ما كان خلف أبواب مغلقة صار في متناول أهم وأبرز وسائل الإعلام العالمية الخلاف السعودي الإماراتي أو المصالح المتقاطعة بين الرياض وأبوظبي في اليمن لم يعد حديثا سريا لقادة البلدين تكشف صحيفة ووليستيريت جانبا من هذه التقاطعات فهناك خلافات على مستويات سياسية واقتصادية دولية عدة أكثرها حدة فيما يتعلق بالملف اليمني مضت الإمارات منذ بداية الحرب في عام 2015 بسرعة لتحقيق أطمعها في اليمن وذلك لم يعد يرق السعودية الآن أو يتعارض مع مصالحها الاستراتيجية التي ترى بأن أبوظبي بخلاف الرياض تجني فوائد الحرب دون أن يطالها الدخان كانت الإمارات تجند وتنشئ الميليشيات وتساند مساعي الانفصال في المحافظات الجنوبية اليمنية وتضعف من دور السلطة الشرعية وكان ذلك برضا سعودي وفي أحسن التقدير بصمت علامته الرضا كيف يمكن أن ينعكس هذا الخلاف الجاري الآن على مستقبل الحرب في اليمن؟ من جهة السعودية فقد اعترفت بهذه الخلافات إلا أنها قللت من شأنها أو تبعاتها فبحسب كلام وزير خارجية الرياض فيصل بن فرحان هي خلافات تحت السيطرة أما الأنباء الأخرى فتقول إن حديث الوزير يصب في نهر الدبلوماسية المعروفة فالخلافات على مستوى اليمن قد تصل للانفجار السعودية التي تركت مناطق الجنوب اليمني لليد الإماراتية تشكل المشهد كما تريد قد تعود لتتدارك هذه السياسة وتحاول استعادة مناطق النفوذ الإماراتي وإضعف دور المجلس الانتقالي لصالح مجلس القيادة الرئاسي الرغبات السعودية تلتها خطوات عملية يمكن من خلالها قراءة زيارة وزير الدفاع اليمني إلى محافظة المهرة وأيضا سقطرة التي لم يدخلها مسؤول تابع للشرعية منذ سيطرة المجلس الانتقالي عليها قبل أكثر من عامين وستبقى أمام الرياض خطوات كبيرة وجريئة إن كانت تريد فعلا إيقاف اليد الإماراتية في الشأن اليمني والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر